وكنا كتير هنا في ملك وكتابة لما بنعاتب بعض الزملاء من الإعلامين العرب نقول لهم يا جماعة انتوا بتطعاطوا طعم مش سليم انتوا بتتنقلكوا معلومات عن الأهل مغلوطة لو عرفتوا الأهل على حقيقته لو ما حبتهوش هتحترموه غلبنا كتير على مدار حلقات ناضية وإحنا بنناقش هذه الحقيقة انتوا وصلوا لكم معلومات خطيئة وبنحاول نصلح وبنحاول نعدل وبنحاول نقول الحقيقة فين والمنطق فين كان واحد من هؤلاء الإعلامين العرب الزميل الأستاذ عبدالله الكعبي الإعلامي ومقدم البرامج في قناة عجمان اعتقد حضراتكم فاكرين كتير لما ردنا على الأستاذ الكعبي في كل حاجة كانت مغلوطة بتتقدم له لما الأهل بنفسه بقيمته بلعبته بتحدياته وبروحه راح الإمارات وشارك في الكاس العالم للأندية عبدالله الكعبي شاف الأهل على حقيقته الإيه نشوف في القاهرة حين تتجول في شوارعها لا ترى إلا اللون الأحمر وحين تجوب أسواقها ومقاهيها ترى شعار النصر على الزوايا في مصر هنا لونين أحدهما أزرق والآخر أحمر الأزرق لون النين والأحمر لون الأهل أيهايبة يا كبير أفريقيا علمت بها عالميا لم تترك للصدفة مكان وللأقدار الزمان هزمت من جاء على طريقك وأرسلت لهم الأفراح من أبوظبي إلى كل مكان كل زمان للعشاق في كل دول العالم الأهلي أكثر من كيان الأهلي إنشودت هذا الزمان فخر العرب يأتيك كريح الربع الخالي العاتية كجبال طويق الشامخة كهرام مصر التاريخية كصحراء الكبرى تضيع فيها من قوته الأهلي تماما كالبحر الأحمر هنيئا للعرب فريق كهذا زعيم العرب الكبير كان لنا خلافاتنا مع بعض الإعلامين ومنهم الأستاذ عبدالله الكعبي عندما كان سرد بعض المعلومات المغلوطة عن النادي الأهلي كنا بنصوبها لم تكن خلافات شخصية ولا مع الكاتب وإنما كانت مع المكتوب ولكن عندما أقول لكم أن يصبح الآلي ثقافة يستوعبها العالم هذا ما حدث تماما أستاذ إبراهيم وإحنا هناك وش كنا شو دعيان عليه الناس كتير كانت تقابلنا بالاحتكاك بالنادي الأهلي بالاحتكاك بقراراته بالاحتكاك بطريقته في معارجة الأزمات بالاحتكاك بترفوعه عن الدخول في مهاترات كانوا بيجوا في الآخر يعترفوا بأن الأهلي لا مختلف فعلا وأن الأهلي الذي جاء إلى مهمة كان فيه ناس بتقول نسحبوا وكنا بنقول لهم ننسحب إزاي ده تاريخ ننسحب منه إزاي ده دي أمور إحنا يعني لازم نحط بصمتنا فيها بقدر الإمكان تاخد بالأسباب هي المشكلة أن هناك دائما ضوء في نهاية النفق لا تصل إليه إلا بالأخذ بالأسباب مهما كانت تبدو مستحيلة وصعبة لكنه الأهلي وثقافة الأهلي التي تلقفها الجميع ويتنظرون بها ويتحدثون عنها الكل كان يرى كيف يتجاوز الأهلي منتيري الذي يهزم منه مرتين وبكامل الصفوف أخيرهم هديمة ثقيفة ثقيلة من عشر سنوات ثم تتجاوز وأنت في حالة من النقص الحاد في الصفوف لا يصادفك التوفيق في ماتش بالميرس ولكن تشوف بالميرس عمل إيه المرة دي عشان يقابلك حاول يحرمك من كل عناصر التفاو حتى الجمهور أن يأتي حوالي 7800 مشجع شوفوا خدوا على الأقل من 180 ل200 طيارة عشان ييجوا من البرازيل عشان 20 ساعة عشان يحرموك من فقط مؤذرة جمهورية قيل أنها وثبت وهذا القول الداعم الرئيسي للنادي الأهلي ومطلق فنقص الصفوف الهزيمة بدأت من مدرج هزيمته لكن أيضا هزيمة بشرف فيها مقاومة لأن أنت لعبتك حتى اللي جولك من المنتخب لعبه بعد أقل من 18 ساعة شيء مستحيل ثم تأتي ثالث المستحيلات أو الصعوبات الكبرى الهلال يكتشح الجزيرة الهلال يحرج تشينسي الكل يرى يعني هجوم كاسح وأجسام فارعة وقوية واستعداد ودعم ولكن يأتي الأهلي في ظل كل هذه الصعاب عشان يوريك أداء من ديالولا هو الأفضل للنادي الأهلي في تاريخ المشاركات في الأندي موسيقى